مرحبا براجعة سيكون ستاة اعملين النهاردة رجعنا لكو تايم برنامجنا فاتشل فاتشل وقناتنا يلا بينا بقى نكمل الكورس اللي بدأناه مع بعض علشان نشوف الحلقة اللي عليها الدور يلا بينا بس قبل ما تتفرجوا على الكورس اللي لازم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا وتفعلوا زر الجرس عشان نصر لكم كل جديد ماشي يلا بينا نشوف مع بعض هنشوفها النهاردة مع بعض ازاي تعرف نفسك بالايطالي وايه الاهم الجمل اللي ممكن نستخدمها من خلال ان احنا هنقرأ مع بعض دلوقتي الموضوعات اللي انتو شايفينها قدامكم على الشاشة دي بما اننا خدنا المحادثات كلها بالدور حوالين ليبنج وقلجا ومصطفى فالكتاب جمع لنا المعلومات الخاصة بكل واحد وعملها لي على شكل تيما كده صغير موضوع صغير عشان احنا كمان نعمل حاجة زيه فاول حاجة بيتكلم عن ليبنج فبيقول ايه يعني انا اسمي ليبنج sono چنese di Pekino انا سيني من Pekin sono in Italia دا un anno يعني انا في Italia دا un anno يعني من سنة la mia famiglia اي in Cina يعني la mia famiglia usretي اي in Cina في الصين او 27 anni عندي 27 سنة non sono sposato يعني مش متجوز ايه non sono fidanzato ومش خاطب non offili مش عندي اولاد تمام كده دا الكلام اللي عرفناه عن ليبنج لما تكلم عن نفسه قال اسمه قال هو منين والمدينة اللي هو منها بعد كده قال كمان هو في ايطاليا بقاله قد ايه وتكلم عن عيلته النيامي وجودة لسه في الصين وقال عمره وكمان قال هو متجوز ولا لأ وعنده عيال ولا لأ نفس الكلام دا هنتكلم عن اولجا ونشوف قالت ايه عن نفسها قالت ايه مكيامو اولجا انا اسمي اولجا سونو اوكراينا انا اكون اوكرانية دي بروديانكا من بروديانكا سونو اني تاليا داتريميزي انا في ايطاليا من ثلاث شهور لمية فاميليا اي اوكراينا يعني اسرتي تكون في اوكراينا او ترنتا سياني عندي ستة وتلاتين سنة نونسونو سبوزاتا ومش متجوزة تمام كده نفس المعلومات بس اتكلمت عن نفسها نروح بعد كده على مصطفى مصطفى قال ايه قال يوسونو مصطفى انا اكون مصطفى او ترنتا عندي تلاتين سنة او ترفيلي عندي تلات ابناء لورو سي كيامانو هم اسمهم يبقى هنا سي كيامانو فيربو كيامارسي متصرف مع اللورو سي كيامانو ابدل وسيد وكمان فاتيمة وبدأ يتكلم عن كل واحد فيهم فقال ابدل اا سي اني عنده ست سنين سعيد اا كواترو اني عنده اربع سنين اي فاتيمة اا نوفي اني وفاتيمة عندها تسعة شهور سيامو ماروكيني احنا من المغرب دي كازابلانكا من مدينة كازابلانكا سيامو اين ايطاليا واحنا موجودين في ايطاليا ده تريميزي خلي بالكوا جدا من مصطفى هنا انه هو بدأ يستخدم افعال مختلفة شوية عن اللي موجودة مع ليبنج ومع قولج عشان كانوا بيتكلموا عن نفسهم لكن انا مصطفى بقى ضف كمان معاء العيلة بتاعته واكلم بصيغة لورو لما قال سي كيامانو هم اسمهم وبعدين استخدم بصيغة النوي لما قال احنا اخر جملة خالص قال سيامو انيطاليا ده فيربو اسر مع النوي زي ما درسناه بيبقى نوي سيامو احنا نكون في ايطاليا من ثلاث شهور واستخدم صيغة اللوي واللي لما تكلم عن كل واحد من عياله على حدة فقال فاطيمة اه عندها ده فيربو افيري مع اللوي واللي لو تفتكروا كان ايه او تو اي لوي لي اه فقال سعيدة عنده وفاطيمة عنده وابدل عنده كده تكون مفروض ان انتوا يا رب تكونوا استفدتم من الجمل دي وابدقوا انتوا بقى السؤال اللي تحته اهو قدامكم ايه تو وانت ابدأوا كل واحد فيكو يكتب جمل كده عن نفسه ويمشي كده بخطوات اللي ماشى عليها مصطفى وقلجا وليبنج وابعتوها لي في الكومنتات ولو عندكو اي سؤال قولهولي على طول فكده انتكون خلصت حلقاتنا النهاردة وانتظرونا مع حلقة جديدة عشان نكمل كورسنا مع بعض اشوفكم على خير متنسوش لايك فعلوا زر الجرس عشان يصليكم كل جديد شاو شاو